في مساء دريم تكلمنا على حصاد بشكل موسع على حصاد جولة وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والخطابات التي ألقاها هناك بخصوص التغير المناخي بخصوص طبعا خطابه في الجمعية العامة أمام قمة نيلسو المنديلا ولقاءه مع ترامب لقاءاته مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وعدد كبير جدا من رجال الأعمال والمستثمرين هناك وشرحنا كل الأبعاد الحقيقة أنه الرئيس النهاردة وصل بالفعل إلى مطار قاهرة الدولي فجر اليوم الجمعة من نيويورك وبعد مشارك في اجتماعات الدورة الثلاثة وسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة دي لحظة وصول الرئيس واستقبال طبعا عدد من الشخصيات ليه وإن شاء الله بإذن الله نلمس على الفترة القادمة نتائج ملموسة فيما يتعلق به الشركات رجال الأعمال اللي هناك الأمريكان والناس اللي تكلموا هناك على استثمارات رجل الأعمال اللي هناك الأمريكي اللي قال أنا الوحدي شركتي أو مجموعة شركاتي مستثمرة بكذا مليار دولار في مصر دي كلها يبقى عرض كمان الرئيس المتكلم على القوانين زي ما تكلمنا مبارح لما في كلمته مع غرفة التجارة الأمريكية ورجال الأعمال والمستثمرين لما تكلم على القوانين اللي مصر قدرنا نحن نشتغل عليها ونشرعها ونصدرها اللي بتنظم عملية الاستثمار وبتجذب الاستثمار قوانين الاستثمار والتلخيص الصناعية قانون الإفلاس وتكلم حتى الرئيس يعني قرب جدا من فكر المستثمر اي مستثمر في الدنيا عشان يدخل بلد يستثمر فيها لازم يبقى عارف لو دخل حيدخل ازاي ولو حب في اي وقت يخرج حيخرج ازاي لكن رزق ان هو يبقى داخل ومش عارف هو ممكن يتخارج ازاي بشركته دي نقطة مهمة جدا فاعتقد انه كان فيه تفاصيل كتيرة تم شرحها بالفعل فيها